مباراة بخصوص مباراة اليوم أمام بيراميدز فخلينا نبتدي بحساب يلا كورة على فيسبوك واللي بيتكلمه بيقول إن الشاحات وكهرباء في هجوم الأهلي بالتشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز وهما هنا بيتوقعوا تشكيل المباراة على حسب طبعا مطابعتهم مثلا للتدريبات على حسب المعطيات قبل هذه المباراة فهنا بيقولوا إن علي لطفي حيكون في حراس المرمى ده طبعا هو الأقرب في ظل الغياد طبعا محمد الشيناوي في خط الدفاع حمدي فتحي وياسر براهيم كمستكين ناحية الشمال أحمد فتحي اللي بيتقلق في الحقيقة جدا 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 وأحد العناصر اللي محترفة فعلا كورة واللعيب محترف كورة فعلا ومحمد هاني ناحية اليمين في نوص الملعب عمر السلية وقاليو ديانج قدامهم محمد مجدي أفشا وسلاتي الأمامي على أطراف محمود عبد المعنى الكهرباء وحسين الشحات والمهاجم جونيور أجايدة تبقى لتوقع يلا كورة خلينا نروح لسوبر كورة وكلامهم عن هذه المباراة وبالتحديد كيف تناولوا الحديث بخصوص مباراة اليوم اتكلموا على أن مسماني يدفع بالقوة الضربة في لقاء الليلة طبقا لتنبأهم وتوقعهم بخصوص سيناريو استراتيجية مستر مسماني في مباراة اليوم أمام بيراميدز وتوقعوا كمان تشكيل مقارب جدا من تشكيل حساب يلا كورة اللي عرضناها على حضراتكم قبل الخبر ده حتت بقى أن مسماني يدفع بالقوة الضربة أو يريح بعض اللاعبين ده أمر فني بحت هنتفاجأ فيه أو هنتفاجأ بوقت المباراة مش عارفين بصراحة مستر مسماني هيعمل إيه بس اللي أقدر أكده لحضراتكم أن التركيز أكتر بخلاف طبعا أن أنت لازم عايز تكسب هذه المباراة كأن تركيز كله على مباراة الوداد والعين كلها على مباراة الوداد الحسابات دي تبقى على حسب كل مدير فني وتفكيره وحنشوف مستر مسماني حيفكر إزاي بعد ما نعرف تشكيل النهاردة خلينا نروح للمصر الرياضي وحسابهم على تويتر وبيتكلموا على أن الأهل يلامس أربع أرقام قياسية جديدة في الدوري خلال مواجهة بيراميدس خليني أتكلم شوية عن الأرقام القياسية والأهل عنده أربع أرقام يقدر يحققها من خلال مباراة اليوم أمام بيراميدس وأرقام في الحقيقة مهمة رغم أن دي مش أولوية عند النادي الأهلي لكن طالما حاجة ممكن تيجي في سكتك أكيد هتحاول تحققها وهي تبقى أمور جيدة في الحقيقة الرقم القياسي الأول اللي بيسعى ليه للأهلي وهو معادلة عدد النقاط اللي قدر النادي الأهلي بنفسه يحققه في موسم 2017-2018 بوصوله لـ 88 نقطة إحنا دلوقتي عندنا ده 85 لو كسبنا بإذن الله النهاردة الأهلي يفوز يبقى وصل للنقطة 88 وحيبقى عنده فرصة كمان لكسر هذا الرقم في الموارات الأخيرة اللي ستكون بعد مواراتها الوداد أمام طلاع الجيش حتى لو حقق نقطة واحدة يبقى كثر الرقم ده وصل للنقطة 89 نتمنى أنه يوصل للنقطة 91 طبعا طيب الرقم الثاني بيتعلق بعدد الانتصارات فالأهلي هو صاحب الرقم القياسي بـ 28 انتصار في موسم 2017-2018 لو كمان كسبت النهاردة انتحقت لحد دلوقتي 27 انتصار تكسب النهاردة توصل للانتصار رقم 28 وكمان تقدر في طلاقة الجيش تقدر تكسب الرقم ده الرقم القياسي التالت ويتعلق بالكلين شيت احنا عارفين ان الشدنوي قصر خلاص رقم شريف إكرامي ووصل كمان 24 كلين شيت لكن اللي بيخص الفرقة ككل كلين شيت حققوا الإسماعيلي وده الرقم القياسي في موسم 90-91 بـ 28 كلين شيت الأهلي ممكن يقترب من هذا الرقم بعد ان شاء الله ما يخرج من مبارات النهاردة من غير أي أهداف الرقم الأخير عايز أتكلم فيه هو بخصوص اقتراب الأهلي من معادلته عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الأهلي قدر ان هو يحقق 71 هدف في موسم 2017-2018 كان موسم أرقام قياسي في الحياة ويكفي تسجيل أربع أهداف في المباراتين اللي جايين عشان يكسر هذا الرقم